أكتورا يعني ربما ميسي نسمع فيه لأول مرة نتحدث عنه ما زلنا ما منعرف عنه لكثير من الأشياء ولكن قليلا نتحدث عن هذه المتلازمة وماذا نعني بها؟ مضبوط هل هي متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة ما بعد الكورونا أو مثل ما حكيتي المعروفة بميسي مولتي سيستم انفلماتري سندروم انشلدرن هي اختصار لها هي هي تعتبر من المضاعفات اللي بتصير عند الأطفال بعد الإصابة بفيروس كورونا اللي بيصير انه لما الطفل ينصاب بفيروس كورونا بوقت الإصابة الأولية جسمه جهاز المناعة عنده بيحارب بالالتهاب بيشكل أجسام مضادة وبيصير عنده رد فعل مناعي هلأ بهاي الحالة بيكون رد الفعل المناعي قوي كتير لدرجة انه يعني كيف أشبه لكم ياها بيصير جهاز المناعة نفسه يحارب أعضاء الجسم المختلفة زي القلب الجهاز التنفسي الكيلية الجلد الأوعي الدموية حتى ممكن يصير فيه تخثرات وتجلطات نعم لما نحكي عنها الأطفال عم نحكي من أي سن لأي سن هلأ هو بشكل عام يمكن نصيب الأطفال من تحت عمر السنة لحد عمر العشرين بس أغلب الحالات اللي شفناها اللي صارت السنة الماضية كانت بين عمر السنة للأربعطاش بمتوسط عمر 8 لتسع سنين في أغلب الحالات نعم إحنا بنعرف أنه الأطفال يمكن ما بيبين عليهم أعراض الكورونا زي ما بيبين على الكبار أو هكذا فهمنا يعني فإذا إحنا اليوم معرفنا أنه ابننا أصيب بكورونا هل هذا ممكن أنه يحصل وبعدين نكتشف أنه صار في عنده هذه المتلازمة أكيد هلأ لحد اليوم نحن ما بنعرف من الأطفال اللي أكتر عرضة وليش في أطفال بتصير عندهم هاي المتلازمة وأطفال بس اللي وجدنا أنه معظم هاي الأطفال بنسبة 95 لـ 98% منهم بيكون عندهم إصابة مثبتة بفيروس كورونا يا إما عن طريق فحص PCR إيجابي بوقت الإصابة أو إذا كانوا زي ما حكيتي الأهل ما كانوا عارفين ما صار أعراض أو مثلا ما فحصوا بوقتها أو كان الفحص سلبي لما نعمل أجسام مضادة الأنتيبوديز بيكونوا عالين عند الطفل فهذا بتبتلنا أنه كان في عنده إصابة بفيروس كورونا نعم يعني إذن كنا نعتقد أنه فيروس كورونا لا يؤثر على الأطفال ولكن للأسف هو يؤثر أيضا على الأطفال ويؤثر على هذه الأجهزة يعني لما نحكي أنه الالتهابات متعددة بأعضاء الجسم يعني إحنا عم نحكي عن قلب عم نحكي عن كبد عم نحكي عن شرايين عم نحكي عن الالتهابات مخيفة وممكن تستمر مع الطفل فكم عضو بالجسم للآن أثبت أنه ممكن يتأثر في هذا الالتهاب وهذه المتلازمة في نفس الوقت هو عادة بيجي على أكتر من حتى لما نشوف الأعراض بيكون بأكتر من عضو أكتر من جهاز عادة بيجي بجهازين أو أكتر بس على الأقل جهازين حتى يعني لازم نشخص المتلازمة لازم يكون جهازين صير فيهم الالتهاب عشان هيك أصلا اسمها متلازمة أنه بأكتر من مكان في عندنا أعراض وجمعناهم صار عندنا هاي المتلازمة أكتر بشكل عام كل الأعضاء ممكن يصير فيها الالتهاب بس لهلأ أكتر الأجهزة اللي هو الجهاز الهضمي الجهاز الأوعية الدموية والقلب هذولا أكتر ثلاثة أجهزة عم يصير في عندنا فيهم الالتهاب نعم وكيف يتم التشخيص دكتور علاء؟ هلأ أول إشي نحكي عن الأعراض شو بصير عندنا هلأ بالنسبة للأعراض أول إشي وأهم إشي الحرارة الحرارة بتكون عالية كتير وبتكون مستمرة يعني ممكن تضل أكتر من ثلاثة أيام ويجي معها أعراض تانية زي ألم شديد بالبطن إسهال واستفراغ حمار بالعيون طفح جلدي انتفاخ بالإيدين ألم بالصدر وصعوبة بالتنفس ممكن يسكون فيه خمول عند الطفل وبتلاقي الأمه دايخ هذا بيكون دليل أنه بلش ضغط الطفل ينزل لأنه بيكون فيه التهاب بالقلب زي ما حكينا بيكون بأكتر من جهاز وبنفس الوقت هاي الأعراض مش يعني فيه عندنا تشخيص تاني بيفسرها يعني مش مثلا يكون فيه عندنا إسهال وفيه عندي التهاب معوي فيروسي موجود ونحكي هي التهاب الأجهزة المتعددة يعني ما يكون فيه عنددي تفسير أو تشخيص لهاي الأعراض نعم والحرارة هون بتكون عالية وبيكون الطفل تعبان ومرهق يعني بتحسي الأم أنه الطفل مو على طبيعته يعني كثير فيه عندنا أسباب للحرارة فما بدنا نصير فيه عندنا خوف زيادة من الموضوع يعني بالزبط بحيث أنه كل ما الأم تصير فيه عند حرارة وابنها كان عنده كورونا تفكر أنه هذا الموضوع يعني هي المتلازمة تعتبر قليل حدوثها يعني نادرة شوي هلأ صحيح كل ما يكون فيه عندنا موجة كورونا أو يعني ارتفاع بالحالات نتوقع بالفترة البعضية نشوف حالات أكتر يعني بهمني أن الأم تعرف الأعراض إذا شافتها تتوجه للدكتور بس بنفس الوقت إذا شافت الدكتور أنه هاي الأعراض سبب الحرارة إشي تاني ما تخاف زيادة الأم نعم ولكن يأتي التشخيص بعد هذه الأعراض بعد هذه الأعراض ولكن العلاج بيأتي حسب التشخيص يعني ممكن أحيانا يتم العلاج بحيث أنه يعامل يعني معاملة فقط التهاب التهاب معاوي أو التهاب رئة وبعدين تكتشفوا أنه هو متلازمة لا هو لما نجي نشخص زي ما حكيت بيكون مثبت أنه الطفل كان عنده أصابة كورونا أوكي وبكون أنه في عنده الحرارة مع عراض أكتر من جهاز بالجسم لما نجي نعمل الفحوصات الدم بيبين أنه كل معاملات الالتهاب مرتفعة بالجسم تمام زي كريات الدم البيضاء السي أر بي البروكالسيتوني وآخره كمان معاملات التخثر بالدم بتكون مرتفعة طبعا بحالة تشخيص هاي المتلازمة نازم يكون في تعاون بين دكتور الأطفال والدكاتري من تخصصات تانية زي دكتور القلب دكتور جهاز الهضمي دكتور أمراض الدم حسب حالة للطفل وشو بيحتاج عشان نوصل للتشخيص والعلاج كمان ممكن نحتاج نعمل صور للطفل حسب الأعراض اللي عنده ممكن نعمل مثلا ألترا ساونج نشوف الكيلة والكبد نعمل إيكو عشان نشوف القلب لأنه وجدوا أنه خمسين لسبعين منية من الحالات بصير فيهم التهاب بالقلب وطبعا بيكون درجات ممكن يكون بس التهاب بغشاء القلب ممكن يكون وصل صار في ضعف بعضلة القلب ممكن يكون صار في قصور بالصمامات طبعا حسب لما يكون في عنا هاي الكريتيريا أو هاي الخطوات منوصل للتشخيص وزي ما حكيت ما بيكون دكتور الأطفال لحاله هو الأم بتتوجه لدكتور الأطفال بيشوف الأعراض بيعمل الفحوصات المبدئية وبيستشير الدكتور اللي معني حسب أعراض الطفل دكتورة العلاج طبعا هلأ العلاج في عنا أكتر من إشي أول إشي اللي بروتين المناعي الأجسام المضادة اللي هي الـ IVIG ثاني إشي الكورتيزون طبعا الكورتيزون لأنه بيخفف في رد الفعل المناعي القوي اللي عم بيصير عند الطفل وآخر إشي الأسبيرين لأنه حكينا ممكن يصير فيه تجلطات وتخسرات هلأ ممكن الطفل يحتاج جزء من هاي العلاجات ممكن يحتاج كلها حسب شدة الحالة عنده وحسب بأي مرحلة نحن اكتشفنا العلاج المرض وكمان هون بيحدد معنا فترة العلاج لأنه ممكن يمشي أشهر والعلاج اللي بده ياخده كمان دكتور القلب ودكتور أمراض الدم حسب حالة الطفل الاشي اللي منيح بالموضوع أو الناحية الإيجابية إنه الأطفال لما نكتشف هاي المتلازمة ويبلش علاجهم الاستجابة كتير منيحة يعني أغلبهم بتمثلوا للشفاء وما بكون عندهم آثار لقدام الله يحمل جميع شكرا جزيلا لإلك دكتور ألاء جبري وشكرا لكل هذه المعلومات القيمة أهلا وسهلا أهلا فيكم